أدانت مصر قرار الحكومة الإسرائيلية بالتصديق على بناء نحو 3500 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنات الضفة الغربية المحتلة في تصرف يعكس الإمعانة في سياسة الاستيطان غير الشرعي ومخالفة قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وأحكام القانون الدولي اعتبرت مصر أن مواصلة إسرائيل ممارسات خاصة بضم والاستلاء على الأراضي الفلسطينية لن تنال من الوضعية القانونية والتاريخية والسكانية لهذه الأراضي مطالبة بضرورة التوقف عن هذه الممارسات التي تقود جهود التسوية العادلة للقضية الفلسطينية وتحاول الإفتئات على مفاوضات الوضع النهائية وقد دعت مصر إلى تبني الأطراف الدولية موقفا قويا يرفض سياسة الاستيطان الإسرائيلية ويؤكد عدم شرعيتها